تحية طيبة مشاهدين من استوديوهاتنا في العاصمة الأمريكية واشنطن تذبذب في القرار الأمريكي حول الانسحاب من سوريا وتوقيت هذا الانسحاب وتوتر في العلاقات بين واشنطن وأنقرة بعد أن تجاوب الرئيس الأمريكي ترمب مع مطالبات رجب طيب أردوغان بانسحاب واشنطن من سوريا وفي الوقت نفسه رفض الرئيس التركي أردوغان لقاء مستشار الأبن القومي للرئيس الأمريكي دونالد ترمب جون بولتن خلال زيارته الأخيرة إلى أنقرة إلى أين تتجه الأمور فيما يخص شمالي شرقي سوريا وماذا عن تمدد داعش وإيران في هذه المناطق بعد تنفيذ هذا الانسحاب لمناقشة هذه القضايا ينضم إلينا الدكتور ديفيد أديزنك مدير الأبحاث في مركز الدفاع عن الديمقراطيات وجيم فليبس كبير الباحثين لشؤون الشرق الأوسط في منظمة الهراتج لدراسات الاستراتيجية شكرا لكم لتواجدكما معنا اليوم هذه المرة الأولى لك معنا ديفيد أود البدء بالسؤال عن الوضع اليوم كما تعلم وكما هو غير متوقع نرى اليوم تدهورا في سياسة إدارة رئيس ترمب حيال الشرق الأوسط بشكل عام كما يصفه بعض الخبراء في واشنطن وبشكل خاص قدية محورية في سوريا ما هو رأيك بذلك؟ أعتقد أنه من الجيد أن نعود قليلا لنفسر السبب هذا التفاجئ موقف ترامب من جهة ليس مفاجئا فهو حين كان مرشحا صرح بأنه ليس متشجع ليكون أكثر تغولا في سوريا وفي ربيع 2018 صرح بعكس نصيحة مستشاريه بأنه يود إعادة الجنود إلى البلاد كانت هناك تطورات لاحقة خلال الصيف وكان يبدو خلال تلك الفترة من خلال تصريحات كبار المسؤولين أن الولايات المتحدة تنتقل من المرحلة الفاعلة لتفكيك ما يسمى بدولة الخلافة الإسلامية إلى وضع تنتقل فيه الولايات المتحدة إلى إنهاء هذا القتال مع تحول داعش إلى ميليشيا والتفكير بتمدد النفوذ الإيراني ترامب شخصيا لم يخرج بأي تصريح ليدعم هذه السياسة ولكن كانت هناك تصريحات من مسؤولين رفيعين ومن ضمنهم مستشار الأمن القومي جون بولتون والذي صرح بأن سياسة الولايات المتحدة هي البقاء في سوريا حتى تنسحب القوات الإيرانية من هناك بعد تلك التصريحات والتي دفعت الناس للتفكير بأن تصريحات ترامب السابقة لم تعد فعالة وبأن ترامب بدل رأيه وتوجهه السابق تجاه الشرق الأوسط جيم هل هناك مبرر لما نراه من تسلسل الأحداث وسبب تدهور السياسة الأمريكية حيانا سوريا؟ من الصعب التفسير بسبب ذلك الاختلاف ما بين التصريحات الرئيس وتصريحات مستشاريه من الواضح أن الرئيس لم يريد البقاء في سوريا لفترة طويلة منذ البداية واعتقد أنه كان محقا في توصيفه لأولويات الأمن القومي الأمريكي هناك والمتمثلة في هزيمة داعش ولكن داعش لم يهزن بشكل دائم وكما قال ترامب في انتقاده للرئيس الأسبق أوباما فإنه من الخطأ أن ندير ظهورنا لداعش في العراق أو في سوريا أو في أي مكان حتى تدق آخر المسامير في نعشهم ما هو مهم ليس تفكيك داعش كحيزا جغرافي حسب بل التأكد من أن الظروف لإعادة إحيائه غير موجودة ولكن للأسف في العراق وسوريا إن انسحبت الولايات المتحدة بشكل عاجل ولم يمكن هناك انتباه لما سيحصل بعد ذلك فيما يتعلق بالإبقاء على سحق داعش فإن داعش سيعود مجددا أعتقد أن الإدارة تتراجع عن تصريحة الرئيس بشكل بضيء وحذر ديفيد ذكرت في مقال لك في فوكس أن هذه السياسة هي نسخة الثانية من سياسة باراك أوباما لماذا وصفتها بذلك؟ يمكن تفسير ذلك بداية بخطاب ترامب للشعب الأمريكي بشأن أفغانستان حين ذكر عام 2017 أنه سيتابع النصر هناك بدل سياسة الإدارة السابقة بالقبول بالوضع الحالي والبقاء هناك إلى الأبد وقد كان هناك تحذير مهم في ذلك الخطاب المذاع تلفزيونيا على الصعيد الوطني من الأخطاء التي ارتكبها أوباما عام 2011 وخاصة بالانسحاب من العراق وهو أنه لا يجب الانسحاب بجدول زمني وإنما الانسحاب حسب الشروط أي أنه حين تحقق ما تريد تحقيقه فعندئذ يحين وقت الانسحاب أما إن تم الانسحاب بناء على جدول زمني محدد مسبقا فإننا بذلك نرسل رسالة إلى أعدائنا بأن كل ما عليهم فعله هو البقاء جانبا حتى ننسحبه من ثم بإمكانهم إعادة قوتهم دون ضرورة مواجهتنا ولذلك إذا عدنا وقرأنا ذلك الخطاب اليوم وهو ما زال موجودا على موقع البيت الأبيض فهو خطاب الإدانة المسبق لما يتم فعله في سوريا اليوم إن كان أوباما خاطئا بشأنها كما قال ترامب هي ذات الأمور التي يقوم بها ترامب اليوم في جوار لماذا الآن؟ هذا هو السؤال المحوري لماذا الآن؟ ما الذي حصل يصدر هذا القرار الغير متوقع والغير منصق من قبل الرئيس الأمريكي مع مستشاريه وهو أمر لم يحصل أبدا في التاريخ الأمريكي أن يصدر رئيسا أمريكيا قرارا كهذا دون التنسيق واستشارة مستشاريه في البيت الأبيض أعتقد أن أحد العوامل كانت مكالمة بين الرئيس ترامب والرئيس أردوغان وعد فيها الرئيس ترامب أردوغان بسبب رؤية محددة انسحابا أمريكيا من سوريا وهو ما سيكون له عواقب بعيدة المدى ومن غير الواضح بالنسبة لي إن كان الرئيس يعي ذلك أم لا كما ذكرت للتقارير فإن ذلك كان مفاجأة كبرى لكثير من مستشاريه وأعتقد أن جون بولتون يقوم بجهد كبير لإعادته إلى سياسته السابقة والتي كان لها دعم كبير في الكونغرس حتى من قبل الديمقراطيين سنرى كيف ستسير هذه المعركة داخل الإدارة الأمريكية حتى في العلاقة التركية الأمريكية كان هناك الكثير من التقلبات لماذا يستمع الرئيس الأمريكي لما يقوله الرئيس التركي مثلا أحد الأمور المفاجئة هي أن أردوغان لم يطلق صراح القصة أندرو برونسون من كارولين الشمالية إلا في تشرين الأول الماضي وهو فعليا كان محتجزا كرهينة أردوغان معروف باتباعه دبلوماسية الرهائن مع الأوروبيين والأمريكيين واستخدامهم كوسيرة للتفاوض من خلال استخدام سلطاته الاستثنائية في ظل حالة طوارئ ومحاولة الحصول على تنازلاته من قبيل محاولة الضغط على الولايات المتحدة لتسليم خصمه فتح الله غولون أو أشخاص آخرون مثل رضا زارة ممن كان لهم دور أساسي في التهرب من العقوبات الإيرانية والذين تم الحكم عليه من قبل محكمة فيدرالية بعد إدانته من أجل ذلك من المفاجئ أن يثق ترامب به مع العلم أنه ما زال هناك رهائن أمريكيون محتجزون في تركيا ولكن يبدو أن الرئيس ترامب له علاقات ودية مع العديد من هذه الشخصيات ومن الصعب على الأمريكي العادي فهم طبيعة هذه العلاقات الإيجابية مثال آخر على ذلك هو العلاقة مع فلاديمير بوتين ودفاعه عن بوتين فيما يتعلق بحقوق الإنسان وأمور أخرى وهو أمر صادم لأنه حتى الذين ينادون بالواقعية وبضرورة التعامل مع بعض الشخصيات غير المحببة في السياسة الخارجية لحماية البلد لن يقبلوا بالذهاب إلى هذا الحد فهم ذلك هو أحد أهم المعضلات المتعلقة بإدارة الرئيس ترامب وهل برأيك طلب أي شيء من تركيا بعد هذا العطاء الكبير الذي قدمه لها وقضية حلفاء البلايات المتحدة الأكراد وغيرها؟ أعتقد أنه كان بإمكان الرئيس طلب الكثير من الأمور واستخدام نفوذه فيما يتعلق بشراء أنظمة الدفاع الصاروخية الروسية وقضية الرهائن وبعضهم أمريكيون وبعضهم الآخر موظفون أتراك في منشآت أمريكية دبلوماسية وهؤلاء لا يجب أن يتعفنوا في السجن أعتقد أن الرئيس يرى نفسه كصانع للصفقات وهي نقطة قوة ولكنها تصبح نقطة ضعف إذا دخل في أمر ما دون أن يركز على تفاصيل مهمة أعتقد أن ترامب يجب أن يفعل ما يشعر بالارتياح له ولكنه لا يدرك تفاصيل ما يقوم به ولذلك فإن عليه أن يسمع مستشاريه مع أن الرئيس قرر أن يقوم بهذه الخطوة المثيرة للاهتمام إن صح وصفها من خلال إعلان الانسحاب والسماح لتركيا بأن تكون من يستلم تلك المنطقة اليوم نرى بأن بولتن لم يستطع حتى لقاء أردوغان في تركيا بماذا تفسر هذا الموقف التركي بعد هذا العطاء الكبير من الولايات المتحدة لهم من الصعب فهم ذلك تماما ولكن من المهم بداية أن نذكر بالعدائية المتجذرة للولايات المتحدة في تركيا عادة عن المشاكل التي نعاني منها مع أردوغان حول مشاكل محددة حول تصرفاته ثقافة الإعلام التركي مليئة بالاتهامات والفضائح مثل الاتهامات التي توجه للمحتجزين مثل القس برونسون بما فيه تهم شنيعة مثل أنه جاسس عالي المستوى مع وكالة الاستخبارات المركزية بينما هو في الواقع قضى أكثر من عشرين عاما في خدمة كنيسته وقد رأينا اتهامات ممثلة للأمريكيين الذين ذهبوا إلى تركيا في المحطات المقربة من أردوغان وخاصة أنه عزز من سيطرته على الإعلام الجميع بما فيهم أردوغان يتطلع إلى الانتخابات المحلية القادمة في آذار وهو يود أن يعزز سمعته العدائية للأكراد ولذلك فإنما يجري يساعد على ذلك أردوغان لديه العديد من الأسباب ليبدي هذه العداوة وأعتقد أنه أيضا يحاول استغلال الوقت إذا كانت نظرته أن هذا الانسحاب سيحصل عاجلا أم آجلا فعلى سبيل المثال حين ذكر بولتون أن هناك شروط للانسحاب يجب أن تتحقق أولا ترامب رد على ذلك مغاردا بأنه لا شيء سيتغير فعليا ولذلك فإن أردوغان يعتقد أنه إذا تجاهل بولتون فإنه بإمكانه تأجيل هذه الأمور لأيام أو أسابيع ومن ثم ستنسحب هذه القوات دون أن يحتاج إلى أن يتفاوض على أي تنازلات بالمقابل هل برأيكم ينظر لبولتون بأنه شخص أكثر عدائي للدول مثل روسيا وتركيا لهذه الأسباب؟ أعتقد أن ذلك جزء من المشكلة لإضافة إلى ذلك فإن هناك نظرة لبولتون بأنه مفاوض قوية ولا يعطي شيئا مجانيا نعم بولتون ولذلك حين يقوم الرئيس بإعلان عزمه عن الانسحاب بشكل سريع فإنه يقلص نفوذه فهو لا يفكر بالمستقبل حين يصدر تصيحات كهذه بل يركز على الحاضر القريب وهو يصرح بذلك غالبا لأسباب محلية من أن الجنود سيعودون إلى بيوتهم في عيد الميلاد ويبدو أن لديه تفاهما ما مع السيناتور راند بول وهو ذو توجه انعزالي فيما يتعلق بذلك وذلك على الرغم من أن كافة مستشاري البيت الأبيض تقريبا لا يتفقون مع ذلك يختلفون مع ذلك كليا وهم قالوا أن هذا ما يحدث وكأنه اليوم نحن نشهد فترة رئاسة راند بول للولايات المتحدة هل تتفقون مع ذلك؟ لا أعتقد ذلك أعتقد أنه من الصعب علينا معرفة من على الهاتف وماذا يقولون للرئيس من مكاننا خارج البيت الأبيض فهناك أشخاص آخرون ما زالوا في مناصب مهمة مثل جون بولتون ووزير الخارجية مايك بوميو وجنرال دانفورت كبير موظفي القيادة المشتركة كل هؤلاء لديهم توجه آخر بالطبع بإمكان أحد أعضاء مجلس الشيوخ التأثير على الرئيس وكذلك أي عضو آخر ولكن من الصعب عليهم إعادة توجيه السياسة بأكملها إن كان وزير الخارجية بامبيو ومستشار الأمن القومي بولتون يودون الاتجاه في منحا آخر أحد الأمور المهمة التي أود إضافتها هنا هو أن أحد التأثيرات على ترامب هو أنه ما زال يريد أن يعكس صورة القوي الصلب عن نفسه بدل التوجه في منحا انعزالي السؤال المهم هنا كيف سيتعامل مع ترحيب أهم القادة الديمقراطيين في الكونغرس بهذه الخطوة؟ جيم أشار بالشكل صحيح أن الديمقراطيين الأساسيين في الكونغرس يتفقون مع مستشاري ترامب أن هذه الخطوة خاطئة ولكن إذا نظرنا إلى أعضاء آخرين مثل عضو مجلس الشيوخ ورين وهي أحد أهم المرشحين للحصول على ترشيح الحزب الديمقراطي وعضو مجلس الشيوخ بيرني ساندرز والذي كان مرشحا قويا في عام 2016 ومن المتوقع أن ينضم للسباق القادم هؤلاء يدعمون قرار الانسحاب ولذلك فإن السؤال هنا هل ترامب مرتاح لذلك؟ أم أنه يعتقد أن هذا الأمر مرتبط به؟ ولذلك فإنهم لن يستطيعوا منافسته من خلال الموافقة على ذلك أم أنه يود تمييز نفسه من مرشحين سيهاجمهم لاحقا؟ سؤال ماذا عن الأكراد يتدول كثيرا في واشنطن وهو سؤال مهم لأنهم هم من قاموا بهزيمة داعش في قيادتهم تم هذا الأمر ولكن اليوم أصبحت السياسة الأمريكية بحسب الخبراء بأن تركيا رجاء لا تذبح الأكراد هذه السياسة الأمريكية اليوم ما هو النفوذ الذي نملكه لحماية الحلفاء الذين ساعدوا بهزيمة داعش في سوريا؟ أعتقد أن مستشار الأمن القومي جون بولتون يحاول أن يجعل من الأمن الكردي شرطا للانسحاب وهو يحاول التعامل مع أردوغان بحذاقة في هذه المسألة ولكن يجب أن ننتظر ونرى إن كان سيستطيع تحقيق ذلك أعتقد أنه على المدى البعيد على الولايات المتحدة محاولة الوصول إلى صفقة ما بين الأكراد السوريين وما بين تركيا بشكل مشابه للصفقة التي أقامتها ما بين الأكراد العراقيين وتركيا ولكن هذا لن يحدث أبدا بسبب الـ PKK لا أعتقد أنه يجب أن نلغي هذا الاحتمال ولكنه سيكون صعبا للغاية خاصة دون وجود نفوذ إذا كان بالإمكان حصول ذلك لبقيات الولايات المتحدة هناك وحاولت خلق هذه العلاقة ولكن كيف بالإمكان فعل ذلك الآن؟ سيكون أمرا صعبا جدا وأعتقد أن ذلك ما يحاول جون بولتون فعله ولكني أعتقد أن المشكلة هي الرئيس ترامب ما هو رأيك ديفيد؟ أود أن أسمع منكما عن ذلك الوضع خطر على الأكراد بكل تأكيد إحدى المعضلات فيما يتعلق بالسياسة الحالية هو أن الولايات المتحدة تحاول خلق وضع يتسلم فيه أردوغان مسؤوليات مقاتلة تنظيم داعش أردوغان نشر مقالا مؤخرا في صحيفة نيويورك تايمز وهو أمر غير مألوف أبدا أن ينشر رئيس أجنبي مرتين في صحيفة مرموقة كهذه وظهر في هذا المقال بحلة لا يعرفها أولئك الذين يعملون في المنطقة حيث وعد بحمل مسؤولية مكافحة دولة الإسلامية وأنه يود أن يكون شريكا قويا وهو ضد تدخل الخارجي في سوريا ولكن في الوقت ذاته فإن ذلك مضحك لمن يتابع سياسته في سوريا فهو إلى الآن أطلق عمليتين عسكريتين أحاديتين في الشمال السوريا ضد أعدائه الكرد ولذلك فإن ما يقوله ليس موثوقا ولكنه يصرح به بكل الأحوال خلال المحادثة الهاتفية له مع ترامب ترامب قال له إن سوريا أصبحت مشكلته وترامب حاول تسويق ذلك على أنه فرصة لتتحمل تركيا مسؤولية لا تود القوات الأمريكية تحملها ولكن إن كنا فعلا نثق بأن أردوغان سيتحمل هذه المسؤوليات ويدخل إلى تلك المناطق بدل ضرب الأكراد فالسؤال هنا هل سيكون بإمكانه القيام بذلك؟ هل يود فعلا القيام بذلك؟ إلى أي مدى يعتبر قتال الدولة الإسلامية أولوية بالنسبة له؟ خاصة أنه سيكون في حرب مع الأكراد أولا والسؤال هنا من سيستغل هذا القتال بين الأكراد وتركيا؟ صحيح أمر لم نتحدث عنه بعد عن كيف أن إيران وحزب الله وروسيا ونظام الأسد يستغلون ذلك الوضع وأحد أهم هذه الأمور هو أن الأكراد يخشون أردوغان والأتراك أكثر مما يخشون روسيا أو النظام ولذلك فإنهم غالبا ما سيتفاوضون على اتفاق من شكل ما يعيدون فيها الساعة إلى الوراء فالأكراد كانوا متفقين مع النظام لوقت طويل البي واي دي بشكل خاص الأكراد السوريون كانوا أداة استخدمها نظام الأسد ضد تركيا حتى منتصف التسعينات ولذلك فإن لديهم علاقة سابقة والنظام يقبل نوعا ما بالشكل من أشكال الاستقلالية طالما أنهم لا يتحدون النظام ولذلك ما سنراه إذن هو الشكل من أشكال التغير التحالفات بين الأطراف المتصارعة على المنطقة التي ستنسحب منها تركيا والتي سيكون من الصعب على الولايات المتحدة دخولها مجددا حتى مع قوتها جوية ما هو رأيك بذلك جيم بتعاون البي واي دي مع نظام الأسد وإيران للأسف إذا انسحبت الولايات المتحدة بسرعة فإنها ستدفع الأكراد إلى حضن الأسد وروسيا لوقت طويل كانت روسيا داعما للأحلام الكردية ضد تركيا وعملت على ذلك بشكل مشترك مع سوريا ولذلك أعتقد أننا سنرى ذلك مجددا وهو ما سيكون خبرا سعيدا للأسد وإيران وخبرا سيئا للأكراد والولايات المتحدة والعرب هناك أيضا خائفون من الأسد وإيران نعم وحتى تركيا إذا دفع هذا الأمر الأكراد إلى حضن روسيا فإن ذلك سيجعلهم أكثر خطرا على تركيا هناك ديناميكية مثيرة للاهتمام هنا في غرب سوريا شاهدنا كيف كانت القوات التركية بالتعاون مع بعض الفصائل السورية بمحاولة واجهة تنظيم القاعدة جبهة نصر أو جبهة تحرير الشام الآن ولن نستطيع ذلك وقد استطاعت تحرير الشام السيطرة على بعض المناطق في غرب سوريا وقد كان هناك بعض التوقعات بأن روسيا ستقوم بمساعدة تركيا في هذه المعارك القادمة مع جبهة تحرير الشام ولكن اليوم روسيا وإيران يستغلان ذلك وربما يقفان ضد تركيا في شرق سوريا ما الذي يجري هنا بالضبط وخاصة لدى تركيا علاقاتها القوية مع روسيا أعتقد أنه من المهم النظر إلى دور الوسيط الذي من الممكن أن يلعبه بوتين والذي دائما ما يرغب به بوتين وهو ما يمكن أن يخلخل التوازن ما بين تركيا وإيران وسوريا وكلما قل تواجد الولايات المتحدة هناك كلما ازدادت قدرة بوتين على فعل ذلك بشكل محدد ذكرنا العمليتين العسكريتين في شمال سوريا هاتان العمليتان كان من المستحيل تحقيقهما لو تم استخدام الطيران الروسي ضدهم ولكن كان هناك ضوء أخضر من بوتين لأردوغان للقيام بالعمليتين ولكن دون توسع بشكل كبير ما يرغب به بوتين هو وضع يشتبك فيه تركيا مع الأكراد وتحاول إيران وسوريا المساعدة في ذلك حيث كل طرف من الأطراف يشتبك مع الآخر إلى حد معين ومن ثم يستطيع هو القدوم لهؤلاء المحاربين المتعبين بحل يناسبه هو وبذلك يحصد هو كل الفوائد بما في ذلك أن يزداد موقفه هناك قوة وهي الصورة التي سيكسبها من كونه الوسيطة لحل تلك المشاكل فاسل قاسل ونعود معكم مشاهدينا أبقوا معنا نعود معكم مشاهدينا ومع ضيوفنا لهذه الحلقة من برنامج جاء في المحور ديفيد أديزنك مدير الأبحاث في مركز الدفاع عن ديومقراطيات وجيم فليبس كبير الباحثين لشؤون الشرق الأوسط في منظمة الهرتج للدراسات الاستراتيجية ماذا عن سياستنا حيال إيران وسط كل ذلك؟ هل فعلا نحن نقوم بضغط الكبير على إيران كما تقول الإدارة؟ أعتقد أن هذا هو أحد أسباب زيارة الوزير بومبيو إلى المنطقة لوضح أن سياسة الولايات المتحدة ستبقى بشكل أساسي معادية لإيران وأعتقد أنه سيذهب إلى دول مجلس التعاون الخليجي الستة بالإضافة إلى مصر والأردن وقد يكون هناك بالإضافة لذلك تحالف أمني شرق أوسطي يحاول إعداده ولكن الهدف الرئيسي لتلك الزيارة كما أعتقد هو التأكيد على أن الولايات المتحدة ستبقى بشكل أساسي في مواجهة إيران بعد أن ظهرت العديد من الأسئلة بسبب التشوش الحاصل بشأن سياسته في سوريا السؤال هنا هو كيف سيتم تطبيق ذلك؟ أتفق تماما مع توصيف ما يقوم به بامبيو فهو قبل تعينه كوزير للخارجية وكمدير للاستخبارات المركزية وخلال عضوياته في الكونغرس لديه سجل شخصي قوي أيضا بمواجهة إيران والطموح والعدوان الإيراني في المنطقة ولا أعتقد أن ذلك تغير بامبيو هو أحد أكثر المسؤولين وضوحا في سياسته ضد إيران قبل أن يتحدث الرئيس عن الانسحاب وبالطبع فهو يفهم الخطر الحقيقي الذي تمثله إيران ويؤمن أنها يجب أن لا تحصل على سلاح نووي ويجب أن لا يسمح لها بزعزعة استقرار دول المنطقة السؤال الأهم هنا هو كيف سيستطيع إعادة ضمأنة هذه الدول إن كنا نخفف من هذا الضغط على إيران؟ كيف تتضح لنا الصورة الكاملة؟ العقوبات الأمريكية فعالة جدا وهي عادت بتأثير كامل في تشرين ثاني الماضي وعملة إيران في انهيار كبير خفت من قيمتها رغم أنها استقرت قليلا وعادت من الهبوط الذي كانت عليه ويبدو أن التضخم ازداد بشكل كبير وأن إيران متجهة نحو ركود اقتصادي ونعلم جميعا أن عليها التعامل مع التظاهرات الشعبية الداخلية ليس هناك سبب يدعو إلى القلق هنا تورط إيران في سوريا كلفها الكثير من الأموال وزارة الخارجية الأمريكية قدرت ما صرفته إيران بـ 16 مليار دولار سواء كان ذلك ما صرفوه مباشرة أو من خلال شحنات النفط أو ما دفعوه للميليشيات الشيعية المختلفة الموجودة هناك ولذلك فإن فكرة إعادة هذه الأراضي إلى نظام الأسد ودعمه في طهران الأراضي التي تحمل 90% من نفط وغازي سوريا وتحتوي الأراضي الزراعية الأكثر خصوبة ومصادر المياه الرئيسة وتسهل كثيرا من الأمور عليهم ولذلك فإن هذه الخطوة تقف عكس الإستراتيجية المعلنة ضد إيران ولكني لا أعتقد أنها تدميرها بالضرورة هل هذا هو الحد الأقصى للضغط الأمريكي؟ هل ما زلنا نصفه بذلك؟ أعتقد أنه حتى حين كانت القوات الأمريكية في سوريا لم تكن تهاجم القوات الإيرانية كانت هذه القوات تدافع عن نفسها حين الضرورة ولكن الولايات المتحدة بشكل عام حددت الضغط ضد إيران بالعقوبات الدبلوماسية والاقتصادية بينما إسرائيل هي من تقوم بالعمل العسكري ضد إيران في سوريا لمنعها من التجذر قريبا من الحدود واعتقد أن هذين اللجامين على إيران يجب أن يكونان متلازمين بشكل كبير ما هو النفوذ الذي بقي للولايات المتحدة في المنطقة اليوم إذن؟ ما الذي بإمكان فعله؟ أحد الأمور الممكن العمل عليها هي القاعدة العسكرية الأمريكية في منطقة تدعى التنفي شرق سوريا قرب تقاطع الحدود السورية الأردنية العراقية في الصحراء وهي تقطع طريقة دمشق بغداد المحللون الإستراتيجيون لطالما تكلموا عن إقامة إيران لجسر بري أو ممر بري من غرب إيران إلى المتوسط وهذا الجسر يمر بشكل أساسي من هذه المنطقة لأسباب تتعلق بالحرب ضد الدولة الإسلامية فإن قطعة صغيرة من القوات الخاصة الأمريكية تتواجد في التنف حوالي 200 جندي ولدينا شركاء عرب سوريون يحاربون دولة الإسلامية معنا هناك وهناك مخيم ركبان للاجئين هناك وفيه حوالي 50 ألف لاجئا في وضع مزر للغاية النظام وروسيا وضع الكثير من المعوقات لوصول الإغاثة لذلك المخيم وكذلك الأمر بالنسبة للأردن وهو ما لا ترغب به الولايات المتحدة بالطبع النقاش اليوم هو هل بإمكان الولايات المتحدة إبقاء مواقعها في التنف حتى لو انسحبت من سوريا هناك تحدي بالطبع بإبقاء موقع واحد فقط وهناك سؤال قانوني بالطبع عن هدف مهمة تلك القوات ولكن ذلك الوجود سيكون مثمرا لأن ذلك الممر مهم بالنسبة لإيران وتود إعادة تشغيله بدل الاعتماد على الممرات الجوية والتي كانت ناجحة أيضا كي لا ننقص من أهميتها حيث استطاعت إيران إرسال الكثير من الأسلحة لحزب الله والأسد عبرها ممر بري آمن يعتبر ثامينا بالنسبة لإيران وسوف يصعب الأمور على إسرائيل التي تستادف الطرف الآخر من ذلك الممر هذا هو طبيعة النفوذ الذي تملكه الولايات المتحدة وهي ما زال تقرر إن كانت ستتخلى عن كامل تلك المنطقة أم أن هناك مناطق ستبقيها هل تتفق مع هذا التقدير عن كون قاعدة التنف نقطة جيدة يجب إبقاءها في الوضع الحالي وإبقاء نفوذ الولايات المتحدة في سوريا في تلك المنطقة نعم أعتقد أن ذلك نقطة نفوذ مهمة ونقطة قوة لتطبيق المزيد من النفوذ وحماية الحدود الأردنية أعتقد أن السيد بولتون يدفع باتجاه إبقاء تلك النقطة وسنرى إن كان سينجح في إقناع رئيسي بذلك أحد الأمور المثيرة للاهتمام هنا أكضاً هو الوجود الأمريكي في العراق والسؤال هو لماذا يود ترامب إبقاء أحوالي خمسة آلاف جندي أمريكي في العراق إن كان سيسحب قواته من سوريا فنظرياً ذات السبب الذي يدفعه لسحب القوات من سوريا يجب أن يدفعه لسحب تلك القوات من العراق الرئيس أعلن عن هزيمة داعش سابقاً وإن كان ذلك صحيحاً فإن مهمة مكافحة داعش في العراق لم تعد مهمة أيضاً الرئيس بالطبع تراجع عن تصريحاته بشكل مجزء وقال إن هناك بعض البقايا ويجب منعهم من إعادة تشكيل أنفسهم أي أنه يدفع نحو الفهم الذي يدعو له القادة العسكريون ومستشار الأمن القومي من أنه حتى بعد السيطرة على آخر بقعة جغرافية من مجموعة كهذه فما زال لديهم الكثير من المقاومات لإعادة ظهور كحركة تمرد عملياً إذا نظرنا إلى عدد العمليات الانتحارية السيارة في العراق وسوريا سنرى ازدياداً ملحوظاً خلال الشهر الأخير وهو عامل مهم لأن السيارات المفخخة هي أحد أكثر أدواتهم فعالية في استهداف المدنيين من فهمنا لطبيعة ذلك العمل فإن هجوماً من ذلك النوع يأخذ جهداً ومصادر أكثر من مجرد هجوم ببعض مقاتلين وليس من السهل تجهيز هذه السيارات المفخخة ولذلك فإن عودة هذه السيارات ليس علامة جيدة وهو ما يعني أنه ما زال هناك ما يجب القيام به إن كان هناك فعلاً ما يجب القيام به فهذا الأمر يشمل سوريا أيضاً ليس هناك أي تحليل يقول بأننا يجب أن نستمر في العراق وليس في سوريا إما أن نستمر في كليهما أو ننسحب من كليهما متى ستنسحب الولايات المتحدة من سوريا؟ هناك نقاش حول ذلك أيضاً إن كان الانسحاب الآن بشروط أو من غير شروط خلال شهور أو خلال سنوات ما هو الوضع اليوم؟ هل من السهل توقع التوقيت للانسحاب الأمريكي؟ إذا التزمت لإدارة الأمريكية بالشروط التي حددها جون بولتون فقد يأخذ هذا الأمر عدة سنوات حتى قبل أن يتم القضاء على داعش بشكل لا رجعت فيه بولتون تحدث عن البقاء هناك طالما الإيرانيون موجودون وهو ما يبدو أنه كان تكتيكياً للتفاوض أكثر من كونه هدفاً واقعياً ولكن ذلك وضع ضغطاً على إيران للتفكير بالانسحاب بينما إن انسحبت الولايات المتحدة بشكل أحادي فإن ذلك يعني نصراً لإيران والأسد وروسيا هل تتفق مع ذلك حين نسمع هذه التعليقات من جون بولتون ولكن في الوقت ذلك نرى تغريدات الرئيس الأمريكي ترامب من يجب أن نصدق هنا الرئيس ترامب ذكر أموراً من قبل ومن ثم تراجع عنها أعتقد أننا يجب أن ننظر إلى تطور وسياق تصريحات جون بولتون الذي ذكرها جيم حين صرحت ترامب بأول الأمر قال إن القوات ستعود إلى الولايات المتحدة فوراً وقد كان ذلك قبل عطلة عيد الميلاد وهي عطلة مهمة هنا في الولايات المتحدة ومن ثم بعد ذلك بدأ التقارير تتحدث عن 30 يوماً و60 يوماً وتسعين يوماً وأربعة أشهر ومن ثم قال ترامب خلال اجتماع لوزرائه الأسبوع الماضي إنه لن يكون هناك جدول زمني للانسحاب بل سنقوم بذلك بالشكل الصحيح وسيكون انسحاباً قوياً وفعالاً ولكن دون جدول زمني وهو ما يقوله بولتون اليوم وربما تكون الخطوة القادمة هي إضافة هذه الشروط ومن ثم قال أنه يجب أن نكون حذيرين في الانسحاب أجوابه إذن هو أن موضوع الانسحاب ما زال معلقاً في الهواء هناك أمران يجب الانتباه لهما هنا الأول يتعلق بجدول الزمني السياسي إن لم يحصل الانسحاب في عام 2019 فإن السنة التي تليها ستكون السنة الانتخابات في الولايات المتحدة هذا لن يثني ترامب عن انتخاذ هذه الخطوة بالضرورة إن ظن أن ذلك سيعطيه أفضلية سياسية ولكن التأجيل سيعزز من خطر الأخطاء إن تم اتخاذ خطوة خاطئة واستغلها أحد الأعداء فسيظهر ذلك في استطلاعات الرأي ولذلك إن لم يقم بالانسحاب خلال العام الحالي فهو يزيد من خطر الانسحاب بتأجيله إلى 2020 عدا عن ذلك فإن الانسحاب بحد ذاته يشكل تحدياً كقرار يتخذ قرار كهذا عادة ما يتخذ خلف الأبواب المغلقة قبل إعلانه من خلال جميع كافة المسؤولين المهمين والبحث في كافة الخيارات الموجودة ويتم النقاش بشكل مفتوح حول الخيارات المطروحة بإيجابياتها وسلبياتها ولكن ما يحصل اليوم هو أن كل القرارات السياسية تتخذ علناً وبشكل غير رسمي أحد الأمور الممكنة لحل ذلك هو أن يقوم ترامب بإلقاء خطاب علني حول الموضوع يوضح فيه بالتفصيل ما يؤمن به تويتر قد يكون وسيلة فعالة لتواصل مع عامة الناس ولكن بالتأكيد يمكن شرح استراتيجية واضحة تجاه سوريا بـ 280 حرفاً هذا الأمر مثير للإهتمام نحن نتحدث عن كل ذلك ولا نعلم حقيقة إن كانت الولايات المتحدة ستنسح في وقت ما مستقبلاً قريباً أم فيما بعد هذا الوضع الذي نعيشه اليوم في واشنطن من فهمي لما يجري أود العودة إلى الخلاف الأمريكي الإسرائيلي حول هذه القضية وقضايا أخرى في المنطقة كيف ترى إسرائيل هذه التكتيتكات أو الاستراتيجية الأمريكية إذا استطعنا أن نصفها بذلك في المنطقة من قبل الولايات المتحدة تجاه سوريا وإيران بشكل مختلف عن كيف يراها البيت الأبيض اليوم وخاصة الرئيس ترامب أنا لا أقصد مستشاريه هنا إدارة الرئيس ترامب حددت الهدف الرئيسي للولايات المتحدة في سوريا بهزيمة داعش ولكن بالنسبة لإسرائيل فإن الأمر أكبر من ذلك لغم وجود داعش كخطر على إسرائيل ووجود مواقع له والحلفاء القاعدة سابقاً على الحدود مع إسرائيل إلا أنه بالنسبة لإسرائيل فإن إيران هي العدو الأساسي وهم أكثر تركيزاً على تصغير مساحة الرقة الجغرافية لإيران في سوريا والتي تشكل خطراً على إسرائيل وتقليل عمليات نقل الأسلحة إلى حزب الله والميليشيات المؤيدة لإيران في سوريا ومنع إيران من تجذير نفسها وفتح جبهة جديدة ضد إسرائيل في سوريا تضاف إلى جبهة حماس والجهاد الإسلامي في غزة وحزب الله في لبنان فاليوم في سوريا هناك حزب الله وغيره من الميليشيات المؤيدة لإيران وأعتقد أن على الإسرائيليين الانتباه لهذه المجموعات أكثر مما على الولايات المتحدة فعل ذلك ما هو تعليقك على ذلك ديفيد؟ أود أن أضيف أن إسرائيل لن تكسب شيئاً من الإساءة لترامب بأي شكل دون أي شك حصل تطور دراماتيكي في العلاقات الأمريكية الإسرائيلية تحت إدارة ترامب مقارنة بإدارة الرئيس أوباما وخاصة في الشهر الأخير من عمر تلك الإدارة حين كانت هناك خلافات جذرية حول بعض قرارات الأمم المتحدة ولذلك لن يكون هناك أي اختلاف جذري علني على الأقل إضافة إلى ذلك فإن هناك نزعة إسرائيلية للقول بأن إسرائيل تستطيع الاعتناء بنفسها فالولايات المتحدة ضربت النظام في سوريا مرتين من أجل الأسلحة الكيميائية بينما إسرائيل شنت مئة أو مئتي غارة وهي بشكل أو بآخر طريقتهم للقول بأنهم أقوياء وبأن ذلك لن يؤثر عليهم ولكن في الحقيقة فإنه ما زال لدى الولايات المتحدة قدرات لا يتملكها إسرائيل هذه القدرات ليست قدرات عسكرية بالضرورة وأنظمة السلاح ضرورية بالطبع ولكنها قدرات تتعلق بالوجود على الأرض إسرائيل لن تستطيع أبدا أن يكون لها وجود على الأرض مشابه لما لدى الولايات المتحدة في الشمال الشرق سوريا وهي لا تستطيع أن تحافظ على موقع مثل التنف بالإضافة لذلك فإن إسرائيل ليس لديها مواقع في العراق وهي التي تشكل ممرا هاما ما بين إيران وسوريا ولذلك فإن هناك الكثير من الأمور الهامة للأمن الإسرائيلي تعتمد على ما تفعله الولايات المتحدة تجاه سوريا وباقي دول المنطقة ولكني أعتقد أن إسرائيل ستبقي آراءها بالشأن ذلك خلف الأبواب المغلقة كان هناك بعض التصريحات التي لم نسمع عنها الكثير ولكن الرئيس قال أنه بإمكان إيران أن تفعل ما تشاء في سوريا وقد سمعت في واشنطن أن هذا التصريح كان له أصدى الأكبر في إسرائيل ما هي طبيعة الرسالة التي يرسلها رئيس ترامب إلى إيران أعتقد أن الرئيس يستخدم لغة غير دقيقة وخاصة في تغريداته ويستخدم مصطلحات وعبارات غير دقيقة وهو ما يحمل كلامه تفسيرات مختلفة أعتقد أن بإمكان الرئيس أن يكون أكثر دقة وأتمنى لو كان كذلك في التاسع عشر من كانون الأول وأوضح أن ما سيحصل هو بداية للانسحاب ولكنه سيكون مشروطا بالوضع على الأرض وليس مجرد جدول زامنيني سياسي اعتباضي مفروض من قبل واشنطن لو فعل ذلك منذ البداية لرأينا انتقالا أكثر سلاسة لا أعتقد أن تغطية ذلك التصريح من ترامب أعطته قيمته فعلا ووضعته ضمن سياقه فالتصريح أخذ كما هو وفسر على أنه يعطي ضوءا أخضر لإيران ولكن إذا أخذنا النقل الكامل لجلسة ترامب مع وزرائه سنجد أنه يطرح فكرة مختلفة تماما أختلف معها أيضا ولكن من المهم أن لا نخلط بين الأمرين هو يقول أن إدارته ساهمت في إضعاف إيران منذ أن استلم الحكم وأن من ينتقدونه بأنه يعطي هدية لإيران بانسحابه من سوريا يتجهلون أن إيران تسهب بعض قواتها وجنرالتها من سوريا لأنه حقق الكثير من التقدم ضد إيران مقارنة بالإدارة السابقة في المنطقة بشكل عام سواء في اليمن أو في منطق أخرى شخصيا لا أعتقد أن ذلك صحيح أعتقد أن إيران كما ذكرت قبل قليل تضررت فعليا سواء كان ذلك بتضخم أو الركود الاقتصادي أو انهيار العملة كل تلك الأمور تشكل خطرا كبيرا على النظام وهي حصيرة الضغط من قبل الولايات المتحدة ولكن موقع إيران الإقليمي لم يتأثر بذات الدرجة وهو ما يحاول ترامب إيصاله بقوله إنهم لن يستطيعوا عمل شيء في المنطقة بعد إضعافه لهم وهو أمر لم تتطرق له وسائل الإعلام بل ما تتطرق له هو أن ذلك ضوء أخضر لإيران لتفعل ما تشاء هو أيضا قال بأن إيران والأسد يكرهون داعش وهم يحاربون داعش وروسيا تكره داعش وتحارب داعش وهم لا يودون للولايات المتحدة أن تنسحب كان هذا التصريح غير واقعي على الإطلاق إذا نظرنا إلى الحقائق على الأرض وما يجري في الحرب مثلا في سوريا هذه قضية معقدة فعلا من الصعب إيصالها في هذا الصراع الثلاثي لا أحد يقترح أن هذه الأطراف تحب داعش ولكنهم استفادوا من وجود داعش واستغلوا وجود داعش استفادوا من وجودها نعم ولكن لم تكن أولوياتهم التخلصة من داعش في عالم افتراضي تكون داعش هي الخطر الوحيد لربما قاموا بذلك ولكن لديهم أمور أخرى يهتمون بها من إعادة بناء سيادة الأسد وإعادة بنائه كلاعب شرعي دولي وفي بعض الأحيان قد يقومون ببعض الأعمال ضد داعش لأسباب معينة عام 2016 حين سقطت مدينة حلب توجهت قوات الأسد وحزب الله نحو الشرق لمحاربة داعش واستعادت بعض المناطق من داعش وهم كانوا على استعداد للقيام بذلك لأنه كان هناك سبب محدد لذلك وكان ذلك أولوية لهم عدى عن ذلك في أوقات أخرى كان من مصلحتهم أن يدعوا داعش تتقاتل مع أطراف أخرى وقد ساعد داعش في بعض المعارك أيضا هذا الأمر لطالما كان صعبا على القادة الأمريكيين شرحه للعامة من أن هناك هذا الحيز ما بين المؤيدين لداعش والواقفين ضدها وهو حيز معقد في الشرق الأوسط كما دوما لطالما تعاون الأعداء لحدود معينة مثل قيام داعش ببيع النفط للنظام وكانت هناك تقارير عن قيام خبراء روسيين بإصلاح بعض المعدات في حقول النفط المسيطر عليها من قبل داعش لضافة لذلك سياسيا الأسد رأى في داعش عدوا مفيدا لأنه ساعده في نزع الشرعية عن المعارضة السورية وثبت الدول الغربية عن تقديم المزيد من المساعدة للمعارضة السورية النظام أطلق سراح المئات إن لم يكن الآلاف من معتقلي داعش وكان ذلك جزئيا لنزع الشرعية عن المعارضة الوضع معقد جدا ولا أعتقد أن ذلك الوضع سيكون واضحا في أي وقت قريب هل تعتقد أنه بإمكان إسرائيل تعامل مع إيران بمفردها في سوريا؟ هذه أحد الأسئلة التي نحتاج أن نطلع على التقارير السرية لمعرفة الإجابة وهو ما لا يتوفر لأحد منها إسرائيل تواجه وضعا تستاذف به أنظمة ومؤشآت عسكرية إيرانية بعد وصولها إلى سوريا سواء كانت قد وصلت تبقى في سوريا أو لتنتقل إلى حزب الله التقارير الأخيرة تقدر أن حزب الله استطاع أن يعيد بناء منظوماته بشكل لافت منذ حرب 2006 مع إسرائيل على المدى القصير إلا ما يكون هناك حرب على حدود إسرائيل الشمالية منذ 2006 وهم يستهدفون عددا لا بأس به من الأهداف الإيرانية من الصعب تخمين مدى استمراريت ذلك ومع تغير الوضع إذا استطاع النظام استعاد تعافيته وحزب الله استعاد قوته بعد قيامه بالكثير من القتال نيابة عن الأسد وإن استطاعت إيران الخروج من متاعبها الأخرى فقد يقومون بتحريك شيء أكثر قوة ضد إسرائيل استراتيجيا من الأفضل بطبع أن يكون بجانب إسرائيل قوة عظمى أثناء التعاون مع خطر كهذا ولكن بطبع إسرائيل بعيدة كل البعد عن كونها غير قادرة على دفاع عن نفسها ماذا عن الحلفاء الآخرين للولايات المتحدة في المنطقة؟ برأيك بما يشعرون اليوم حين يسمعون بأننا سننسحب من سوريا ولن نتواجد هناك مثلا في حال حصل ذلك وفي اليوم هناك مفاوضات ولكن الحوثيون ليسوا ملتزمين بأي من الاتفاقيات كيف تبدو الأمور بالنسبة لهذه الدول الحليفة؟ للأسف أعتقد أن التصريحات الأخيرة بشأن سوريا أضعفت صورة الولايات المتحدة كحليف يعتمد عليه لا أعلم إلى أي درجة ولكن من غير المعقول القول إنها لم تضعف أعتقد أنه ما زال هناك الكثير من الثقة والاعتماد في المسؤولين الأمريكيين ولكن القادة الأجانب يدركون أن إحدى أهم نقاط قوة رئيس ترامب هي أهم نقاط ضعفه في الوقت ذاته فهو حازم في قراراته ويخاطر في التفاوض مع الأعداء أو الأنظمة المعادية مثل كوريا الشمالية وهنا أضع الرئيس أردوغان في خانة الأعدقاء فهو حليف في بعض الأمور وعدو في أمور أخرى الوضع اليوم يبدو فيه أن الرئيس ترامب اتفق فيه مع الرئيس أردوغان على هذه الاستراتيجية تجاه سوريا ولكن ما يدعوني للتوتر هو أن تقوم إيران بالدعوة إلى قمة والتفاوض وهو ما سيشكل وضعا خطرا للغاية بالنسبة لإدارة الرئيس ترامب هل تتخيلون حدوث ذلك؟ الكثير من الأمور التي اعتقدنا سابقا بأنها مستحيلة حدثت اليوم لم يسبق لرئيس أمريكي أن جلس مع زعيم كوريا شماليا من قبل حتى اجتمع الرئيس ترامب مع كيم جونج أون وقد ذكر ترامب سابقا أنه في حال تواصل معه روحاني فمن الممكن أن يلتقي به في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطية حيث أعمل كتبنا ردا على ذلك بأنه يجب على ترامب أن يقبل باللقاء مع خمينئي فقط فلا فائدة من اللقاء التابع حتى أوباما لم يلتقي مع روحاني ما هو مجد هو الحديث مع من يقوم باتخاذ القرارات فعلا ومن المثير للاهتمام أن نرى إن كان بقدرة الرئيس ترامب أن يتجاوز الخلافات مع شخص أمضى سبعين عاما من حياته متعمقا في الدراسة الدينية يبدو أن ترامب قادر على بناء علاقة مع ديكتاتوريين العلمانيين أو الذين يرتدون بدلة وربطة عنق بدلا من لباس ديني ولذلك من المثير للاهتمام أن نرى إن كان ترامب سيأخذ بعين الاعتبار تقصد روحاني؟ كلاهما خمينئي أيضا مع روحاني وخمينئي فوزير الخارجي الضريف يأخذ طابعا غربيا أكثر من الآخرين فهو قد كتب من قبل نيويورك تايمز ولكن الأمور مختلفة جدا مع خمينئي وستكون صعبة جدا في الواقع الموضوع الأخير الذي أود التطرق إليه هو العلاقة الروسية الأمريكية اليوم هناك مواطن أمريكي مختطف في روسيا وما زال تحقيق مولر جاريا ونتوقع أن يصدر التقرير عن مولر قريبا ما الذي يحدث في هذه العلاقة الأمريكية الروسية؟ هناك عقوبات شديدة أمريكية على النظام الروسي وهناك أوقات جيدة مع روسيا وأوقات سيئة علاقة متأرجحة هي الأخرى إذا نظرنا إلى العقوبات فحسب فإن هناك عقوبات على الروسيا اليوم أكثر مما كان هناك حين استلمت إدارة ترامب السلطة وأعتقد أن العلاقة أصبحت وعرة أكثر مما تعقد الوضع في أوكرانيا والقرم إدارة ترامب تعارض بشدة ما يجري هناك وحين التقى الرئيس مع بوتن في قمة هيل نسكي حسن من الجو بشكل عام ولكن لا أعتقد أن أي شيء تغير هناك نعم المؤتمر الصحفي كان أكبر ما حدث في هذا اللقاء ولم تقدم الولايات المتحدة أي شيء يذكر لروسيا بحسب خبراء البعض قال إنه كان هناك صفقة سرية بشأن روسيا حينئذ ذكرتها بعض تقارير الواشنطن بوست أعتقد أنه من ناحية استراتيجية من الصعب معرفة من الذي سيلعب دورا أكبر هل هي كلمات ترامب أم أفعاله أم كلمات فريقه في البيت الأبيض جيم أشار بالشكل المحق أننا رأينا عقوبات أكثر على روسيا ومبيعات أسلحة لأوكرانيا وهو أمر لم يقم به أوباما لأنه كان يخشى التصعيد ونرى زيادة في تمويل ما يدعى بمبادرة الردع الأوروبي بعدة مليارات من الدولارات وهو ما رعاه الجنرال ماتيس في وزارة الدفاع هذه الأمور تدل على أن الولايات المتحدة تتجه نحو ردع روسيا بشكل أكبر وفي الوقت ذاته فإن اللغة التي استخدمها الرئيس ترامب لم يكن لأي رئيس من أي حزب أن يستخدمها مثل الدفاع عن بوتين ضد الانتقادات تجاهه لسجله في مجال حقوق الإنسان والاعتماد على ما يقوله بدل الاعتماد على ما اجتمعت عليه وكيلات الاستخبارات الأمريكية وهو ما يشكل معضلة حقيقية كما ذكرت سابقا مع زيادة حرارة حملة الانتخابات الرئاسية ستطر هذه الأمور بشكل أكبر وستكون أكثر إثارة لجدل ليس هناك حقيقة أي مبرر ليكون موضوع روسيا موضوع جدل سياسي فهناك مساحة لا بأس عليها يتفق عليها الحزبان تجاه روسيا وقد رأينا كيف أن كثيرا من الجمهوريين كانوا غير سعداء بما حصل في هيلسينكي ولكن هذا الأمر سيصبح أكثر إثارة لجدل إذا ظهر تقرير مولر وأصبحت هذه القضية وسيرة لمهاجمة ترامب من قبل منافسه في الانتخابات القادمة شكرا لكم لحضوركم معنا هناك الكثير الحديث عنه والقليل من الوقت أتمنى أن أصدفكم في المستقبل كانت هذه حلقتنا مشاهدين شكرا لمتابعتكم وألقاكم الأسبوع المقبل في موعدنا نفسه دمتوم في عون الله اشتركوا في القناة